ملتر ملك بن عمر وحبا بيك مرحبا الحكم على مناوبك ياسين عياري بستة أشهر السجن أثار ضجة كبيرة كانت فاسرين ما هو الإشكال القانوني في اعتماد المرسوم 116 من قانون متعلق بالصحافة وعليش اعتبرت هذه القضية سياسية بانتياز؟ هو الفصل 50 و 51 من قانون مرسوم 115 المطالب بالحرية الصحافة والإشهار والتباعة تطبيق الفصل هذية وقع أن المحكمة اعتبرت أن الفيسبوك وسيلة من وسائل الإعلام وإعتبرت أن حساب شخصي كونت فيسبوك وسيلة من وسائل الإعلام وأن أي كلم يحدث فيه ينجم يعتبر التحريف يقع مسألته والعقاب على خاطره ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال هنا هو أن اجتهاد المحكمة يقع يقع السوقات المتقبلة يقع في الاستئناف يقع عدم نقضه ما هو أنه كان هناك سائل تختيرة يسر على الحريات في تونس ما هو أنه يكون مفمّ ثلاثة من المستعمل فيسبوك مهدين بالسجن في أي لحظة هنا خطورة الإجتهاد التي قامت بها المحكمة واعتبارها عن الفيسبوك وسيلة من وسائل الإعلام ثلاثة أن الفيسبوك مسيحة حرة وصعبة التنظيم وصعبة التقييد لأنه يضم العديد من الحسابات الوهمية المزيفة أي إنسان يقوم بفتح حساب باسم أي شخص يتحدث عبره بأي فكرة يعني صعب أنك تقيده وصعب أنك تراقبه ويشتحكم بالمظامين التي فيه على أساسه لذلك بسلبيات الموجودة في الفيسبوك بسلبيات الحرية لأن الفيسبوك الموجودة في الفيسبوك الموجودة لأنه يكون الأمر على ما هو عليه يبقى الحرية فيها فوضة خير من أنه نسقطه في محاسبات كبيرة وأنه نسقطه في أمور غير قانونية هذا هو ساعة معلومة خرجت حكاية النفاذ العجل ثم قلت المناوبة أن النجم يراوح معناتها نفماش إشكال نعم نفماش نفاذ عجله وإنسان العياري نجم يكون في تونس في أي وقت يقع السناف حكمه وقع السناف حكمه ما فهم حتى مشكلة بالنسبة له هل صحيح أنه منظر ثابت تنازل على القضية؟ أنا بالنسبة للموضوع التنازل أو ثقاة الدعوة لا أوجد علم في اليسار مؤخرا والذي سمعته عبر الصحف وعبر وسائل الله عليه لكني نعرفه الثابت في الملف أنه زي عمل مظر ثابت وهو شيكي في القضية هذية أنه تنازل على حقه في التتبع يا سين عياري أمامنا سيد قادة التحقيق وهذا ثابت في محاضر البحث في محاضر التحقيق يعني تنازل على قضية منذ طور التحقيق يعني الحق العام هو التبع؟ لا هذا هو الأشكال معناها بالنسبة لي نحنا على أساس أنه قائس قاة الدعوة من قبل الشيكي معناها وفي قضية معناها كما فسر تكنولوجة نظر القانونية لا تستقي معناها عندك نص لا يستقي في ملف القضية هذية وقاع تطبيقه بقصوة معناها مش تطبيقه قاع تطبيقه بقصوة معناها هو الحكم معناها العقاب اللي يوجب الفصل 51 من المرسومة 15 هو عقاب يعني بالنسبة للإنسان يعني حتى لوك على فرض أنه نعتبر الفيسبوك كثير من المساعدة وفي قضية وفي قضية وفي قضية على الأقل يكون حكم فيها خطيئة مثلا وكذلك فهمت؟ ولكن هذا الإفتراض غير موجود بما أننا نعتبر أنه فيسبوك فضلاً على المحساب الشخصي لا يجب أن يكون مسئلة ومسئلة وقال لنهارا نستطيع أن نقوم بإمكانية الدولة ونقوم بإمكانية لتعمل أكاونت فيسبوك وإذن هذا هذا وإذن كيف تفسر الصمت النسبي للمنظمات الحقوقية في قضية سيناير؟ بالنسبة ل أولا قبل أن نتحدث عن المنظمات السمتة يجب أن نشيدهم بالمنظمات التي تتكلمت ونشيدهم بالإعلاميين الشرفاء التي تتكلموا والإسان دوياسين والحقوقيين وكذلك يعني فما جزء كبير من الشعب التونسي التي الحقيقة تفاجأ وحس الموضوع يهمهم مباشرة وأنه يجب أن يكون غدوة ضحية كيف وكيف يسين هذا هو جانب فهذا جانب فهذا جانب فهذا جانب فهذا جانب وكانت تعمل ضجيج كبير ياسر في قضايا مشابهة ولا أقل منها في قضايا والدركاز في قضايا في قضايا زياد الهاني لا ننسانيانها يعني هناك قضايا مرتبطة بجزء معين من الطبقة السياسية وقتها يتحركوا ويمشيوا بكثافة فهذا هي مسألة مبدئية هي مسألة سياسية لأن ياسين عياري لا يختلف معهم في الرأي لا يختلف معهم في السياسة ياسين عياري ضد اعتصاب الرحيل ضد فكرة الانقلال مع الشرعية مع المسار الديمقراطي مع الثورة مع الثورة جزء سياسية معنا بالنسبة لي معنا عمنا هذه هي الكيلة في المكيلين يعني مفروم على الإش يعني مفروم على الإش مفروم على الإش مفروم على الإش مفروم على الإش كيف تحبك المسارة ويجب تحبك بسيطة سوى مدرجة شكرا